هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بتشغل بال كل المشجعين اللي خلاص معاهم فان ايدي وتذكرة وعايز يتفرج ويشجع مصر عشان ان شاء الله نوصل كاس العالم ايه هي قايمة المحزورات اللي مش مسموح بها دخول الاستاذ طبعا ده سؤال مهم بيشغل بال كل المشجعين اللي ان شاء الله هيحضروا انا بطمن حضرتك ان الحاجات المحزورة والممنوعة لازم ان انت حضرتك ما تجبهاش معاك وانت جاي لان مش مسموح بها الدخول اول حاجات اللي هي ممنوعة اجهزة اللي هي اقلام الليزر اللي بتستخدم للشوشرة على اللاعبين اثناء المباراة قلم الليزر اللي هو بيستخدم للشوشرة الحاجة التانية عبوات البرفيوم او العطور او اي عبوات فيها مواد كيميائية او كحولية بتسبب الاشتعال اي حاجة فيها بخاخ بتطلع رزاز يؤدي الى الاشتعال طبعا دي ممنوعة بأكد طبعا على الانسات والسيدات معظمهم بيبقى مستحب في الشنطة بتاعته من غير ما ياخد باله البرفيوم او المزيل او كده طبعا دي وفيها حاجات بتبقى غالية لو سمحتي سيبيها في العربية لو سمحتي سيبيها في البيت لو سمحتي تأكدي قبل ما تخرجي للمباراة ان هي مش موجودة في الشنطة بتاعتك لان انتي هتفاجئي على البوابة ان هي بتتاخد وعناصر الامن مش هتاخدها معاك تحطاها عندهم كنوع من الامانة لحد ما المطش يخلص هيمنع دخولها ويقول لحضرتك تخلصي منها تقول له طيب لو سمحت خليها معاك لحد المطش ما يخلص هيرفض فهتسبب مشكلة يبقى بنتكلم على العبوات اللي هي فيها العطور دي مهمة جدا ممنوعة طبعا اي حاجة بتسبب اشتعل الحاجة التانية الالعاب النارية او الشعلات اللي هي طبعا معروفة وسط الجماهير والشباب بالشماريخ دي ممنوعة منعا باتة انت وجودها لا في محيط الاستاد الخارجي ولا الداخلي ما تجيش بيها خالص عند الاستاد الحاجة التانية الابواق اللي هي تسبب ازعاج زائد زي ما معروف باسم الفوفوزلة ده ابوخ بيبقى كبير بيسبب ازعاج مسموح بحاجات مكبرات صغيرة مسموح اما الابواق الكبيرة ده طبعا دي من ضمن الحاجات الممنوعة هتكلم على نقطة من اهم النقطة اللي بتصير العديد من التساؤل وسط الجماهير وهي الباوربانك انا بأكد على حضراتكم ان الباوربانك واجهزة الشحن واعادة الشحن ممنوعة يعني اجهزة تخزين الطاقة اللي هي الباوربانك والشاحن بتاع الموبايل دول ممنوعين والاسلاك والتوصيلات اللي بتستخدم في ذلك يعني مش الباوربانك بس ممكن حضرتك يبقى معاك هند فري ممكن تفاجأ ان عناصر الامن بيقولك ممنوعة الهند فري او الاسلاك اللي بتستخدم في اعادة الشحن والباوربانك واجهزة الشحن بتاع الموبايلات دي ممنوعة ما تجيبهاش معاك حاول ان انت توفر استهلاك البطارية تنظم استهلاك الموبايل بحيث ان هو يقضيك طول اليوم وما تحتاجش للباوربانك طبعا ممنوع الاسلحة والادوات الحادة اللي ممكن تستخدم في التشاجر او تحدث جرح للمواطنين ممنوع العبوات المغلقة اللي هي فيها مأكلات او مشروبات زي الكنز دي ممنوعة مسموح بدخول الاكواب البلاستيكية او العبوات الزجاجية اللي مش عليها غطى فيها عصائر او مشروبات او مياه من غير الغطى انما ممنوع دخول مأكلات في عبوات مغلقة دي ممكن تسبب اصابة لو استخدمتها في التراشق طبعا دي ممنوع الكرات بمختلف انواعها الكرة طبعا احنا عارفين دي مباراة كرة قدم الكرات حد يصطحب كرة وممكن ان هو يحدفها في ارض الملعب طبعا دي برضو من الممنوعات مش هتقدر تدخل معك كرة في حاجة مهمة جدا برضو بعض الشباب وبعض المواطنين ما يعرفش ان هي ممنوعة وممكن تسبب له مشكلة ويحذر دخولها هي المواد الاعلانية والطرويجية اي تشيرت او اي حاجة عليها علامة تجارية او حاجة دعائية او حاجة مسيئة او حاجة سياسية دي ممنوع دخولها طبعا ارض الملعب حفاظا على حقوق الشركات الرعية وحفاظا على الاداب العامة دي كده قائمة بالحاجات اللي ممنوعة هأكد على الاكثر شيوعا منها البرفيم المزين العرق الباوربانك السماعات المأكلات المعلبة دي كده اخطر الحاجات المتدولة عند معظم الشباب والأسر اللي ممكن ان انت تستحبها في النهاية انا طبعا بتمنى لحضراتكم استمتاع بالمباراة وبتمنى طبعا نهاية المباراة بفوز المنتخب المصري